أنا هسألك شوية أسئلة بقى وانتي بقيت إيه تجاوبيني شرقا ومغير ما تفكري بقى يعني خلاص احنا هتنال شحاب قاعدين مع بعضها قاعدت ستات وبنتكلم انتي مثلتي في أكتر من عمل وتعاملتي مع زمل كتير مين أكتر واحدة غارت منك في أي عمل فني لا أي قبلة بص ومش غارت اللي اشتغلت معاهم مش غارهم ماشي كانوا الحمد لله والشكر لله كانوا كل هيتهم قبلوات زي الفل قبلوات عسلات بس أنا لما عملت أغنية بسبوسة في الأول وطلعت إجا لي بقى إيه ناس بقى كلمتني بقى إيه يعني من المجال وكده وجلولي يا بلا بس أنا تبقى ده في فنانات غارهم وكده بس أنا مش كونت أعرف غارهم منك غارش انتي حلوة والغارش انتي صوتك حلو والغارش الأغنية حلوة بسي مش عارفة بس لدرجة إن حتى واحدة كلمتهم بس هم مش يريدوا يبقى يجوه لأسامي وكده جالوا بسانت ديت مش معروفة وليت طلقات هناك زي هداهية وتعمل ترند وتعمل بتاع هم إيه غارهم يعني فيه ناس غارت في الأول بس الناس اللي أنا اشتغلت معهم كل هاتهم لاب لا ياسمين ولاب لا رانيا يوسف كل هاتهم عسلات بحاجة يجوه غار منك وليت بتشتغلي معي لا ياب لهم منجوم أصلي دي إحنا اللي بنتعلم منهم بس انتي حلوة برضو ملفتة وهم أمارات اللي مصلي عنك الغار منك بقى ما اشتغلتيش معي شافك بره؟ مري مش عارفاهم مري مش عارفاهم مين لا مش روديوم يقولوا بقى هم مين يعني مبلغوني بس في الأول بس أنا اشتغلت معهم أمارات وعسلات إيه أكتر عمل فني اشتغلت فيه حبتي وإيه أكتر عمل فني اشتغلت فيه وإندمت إنك اشتغلت فيه؟ اشتغلت أكتر حاجة عجبتني وكن بحبها الملوش كبير مع القبل يا سمين ده أكتر حاجة حبتيها روعة مش إيه حال المسلسل روعة والمسلسل كان جميل من مخرج للممثل كل حاجة كانت جميل ويه كمان إلا بنت اللي جميلة لما عملت المسلسل ندارة البيت متشفتيني في المشهد خطير من شوية كنت واقفة بجا لاو على المسلسل ده قلب الدنيا كنت طلعة رهيبة شريرة يعني بس الحمد لله لحد دلوقتي مش فيه حاجة ايه قبلها ايه يعني دايجتني أو نقول الفني الندمين أو الحاجة الحمد لله زيما يقولك الوسط الفني فيه غيرة وناس بتتكلموا على بعض كل حاجة فيها غيرة كل حاجة فيها غيرة مش الوسط الفني بس كل حاجة كل الشغلانات لما أخذها قبلها فيها غيرة مين أكتر حد اسم فنانة اشتغلت معها أو فنان بتحبيه جدا أو بتحبيها جدا أنا عايزة رجعت اشتغلي معها تاني ياسمينة عبدالعزيز بعشقها جميلة جميلة هي في الكوميدي مشها في التراجدي مشها في كل حاجة بتعبالها بحبها مين أكتر مخرج اشتغلت معها وحبتي طريقة شغله أستاذ خرد الحلفاوي أستاذ مصطفى فكري لا فيه ناس اشتغلت معها بصراحة كتير كتير مش دول بس أكتر حد ومش عايزة إجابة دبلوماسية أكتر حد اشتغلت معه وقلت مش هشتغل معها تاني سواء مخرج أو ممثل أو ممثلة لا ما حصلش ما أنا بقولك الحمد لله الحاجات اللي أنا عملتها كلها وياريت ما يحصلش يعني أتمنى ما يجيش علي يوم إن أنا قول أنا مثلا زهقانة أو متضيق أن أنا اشتغلت عنها ألبتي مصري هرجعي قبل هرجعي قبل مخزي قبل الحمد لله مش يجي عمل مثلا قولت ايه أنا تهجونا من حد ولا حاجة كل حاجة الحمد لله كان رزق فيها ايه حلو كان ربنا ايه مبارك بس أتمنى يعني مش يجي حاجة والواحد بيتهج منها يعني كنتي عاملة إضراب عن الجواز وفجأة قررتي وقلت أنا هتجوز مين بقى اللي خلاجت غير الفكرة هل جوزك هو قصة الحب الرهيبة ولا قررتي قلت بقى أنا لازم أتجوز بقى اللي هو ايه زي كل الناس ضغط من المجتمع وما يفعش ما هتتجوزيش وما تجوزيش ليه هنفرح بيك إمتى دايما انت انت عفاف بتبقى في الدور التالت في أي مصلحة حكومية أو في أي مكان بتبقى دايما هنفرح بيك إمتى بتجوزتيش ليه مش تشدي حيلك؟ أنا كنا بيقولوا كثير تتجوزي بقى قبل وبتاع وتجيبي عيال صغيرة مجاريط صغيرة كده وانا كنت بقى ايه بقبل راسي وكنت بقى ما بقول مش دي وقت ولا بتاع بس جوزي يعني الحمد لله احنا الأول كنا أصدقاء ماشي؟ وبعدين بقى الموضوع بقى جلب لحاله كده حب بقى ولف لفا فقررتي بقى وقلت أنا لازم بقى أسمني بفاكرة الإضراب دي وأتجوز قلت نتجوزي قوة مش فيها حاجة ميل ونرجع زغرطين وكل حاجة والواحد كمان بيت بيخلف بقى ما الواحد بيجي عليه واجد بقى نفسه نجيب عيل صغير يا ربي فقلنا نتجوز بقى الحمد لله قولوا واحد لما بيلاقي حد ابن حلال مش بيخلاص بقى نصيب ربنا بيجي واحد خلاص بينتاكل على الله انت عارفة ان السوشال ميديا دايما نما بتيجي مثلا بسانت النبراوي قولك دي بتنفع قوي في الأدوار السعيدي تليق وشها طريقتها تعرف تطقن أي لغة وأي لهجة تقدري دلوقتي تعمليني مشهد سعيدي أقلف يعني حاجة أنا أقلف عشان مش حفظة حاجة أنا عايز أقولك ان انا اي حاجة ان انا هكمل شكلي يعني انا اتعدت منك فشكلي هكمل اي حاجة بان سعيدي؟ اه حاجة سعيدي هرتجي الحاجة ماشي هقولك حاجة اتكلمي معايا السعيدي يعني مثلا قوليلي انه انا مثلا اتبسطت في برنامج قاعدة ستات يعني فوخي فاشوة اتبسطت في برنامج قاعدة ستات الأسئلة اللذيذة الموذيعة الظريفة كده بالسعيدي ماشي بس انا مش موتكناها قوي قبلها زي الشرجاء وبسهابولها ماشي يلا نجرب واه تعرف يا مروة مين كلموني في التلفون؟ مين؟ مين ضربهم علي؟ مين؟ القناة هنا هو تكلموني انا اقعد مع المزة دي لزاي لحالي ازاي ده انتي اللي مزة وقمر وجميلة ولزيزة قلت الله ما صلى على النبي عليها يا أولاد ودم الخفيف انتي اللي أمر والله قلت واه والله العظيم اضرب الملس واروح فورا حالا اقعد مع الابلمار وانا ميهمنيش حاجة مزة مزة اقعد معاها حبيبتي ده انتي احلى واحدة في الدنيا واخف دم في الدنيا قلت